السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ومسهلا أهلا فيكم في حلقة يديدة وفريدة من ستي سكايلين لكن الشارع هذا يعيب كبير هالدوار الدوار مش مخصص للسيد اليمين مخصص للسيد اليسار وكيف ممكن نعدل هاي المشكلة لان هاي مشكلة بحد ذاتها كنت ياسا طالع الشارع في اللي فوق فالمفروض شو اسوي انا على طول قم تدخل وياكم في الموضوع ترا في الحلقات اللي احطوا يعني فلا تزعلوا مني نزيل الحين افا بتلعيد شوية بتلعيد نزيل هل ننزل تحت الارض ونوصل هذا مرة ثانية في اللي فوق نزيل وندخل تحت الارض ونسوي اباقريد للشارع اللي شو تحت شوفونا هذا فوق نقطق حدود الارض في العادة ولكن ما اننا عندنا نحن نقعد نسوي طاف يعني خلنا نشوف نقدر ايوه ملاحظين طريقة مش سهلة ليش لأن الشوارع راح شوي تلتحم في بعض عرفتو نزيل احنا نطلع فوق نزيل نسوي بالطريقة هذي والشارع الثاني بعد كذلك نسوي بشو شارعين بس 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 جيد جدا المعلومة يعني هذا نسوي بالطريقة هذي والشارع الثاني ننبع من هنا بالطريقة شو هذي الحين اللي علينا اننا نعدل موت تلتشوفوا حتى جسور مش معناه انك بتنزل موت جاهز معناه بناسب احتياجاتك يمن في المئي ممكن تحتاج انك تعدل شوي تسوي شوي اشياء وتخربط يعني مثلا شوفوا هذا شوي في خربطان بس اوكي لان اذا ضبطت لهذا الاوضاع وخلصني من الزحمة شارعين عكس بعض فانا ما تلعبوا صراحتا يعني مش مرتاح شارع الحالي موف التول طبعا قلت لكم من الادوات اللي وايد مهمة عندنا نحن في اي سلسلة اي لعب ستيسكيلان عندي انا اهم شي عندي شو الموف التول لو تلاحظون شارع على طول يضيق فشو بسوي اخر شو وارع بسوي لهم اربع لينات حلو اساس ما يتختبص الدنيا عندي وهذا بدك كنترول اس عليه الحين شوفوا هذا يوم غيرت الشارع دق عليه كنترول اس اوكي ما باحد يغير الشارع هني خلاص هذه المنطقة نفس بفرزون اللي يدخل مانزين يلتزم في الشارع اللي هو فيه بس اذا هذا شوي ارفعه بيكون شكلة احلى صراحة اذا ايبه جنب ذاك الشارع ايبه هذا شوية فوق يكون نسيابي اكثر يلا بسم الله رحمه 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 طبعا هني سوا تخربطها لكن شوفوا الشارع كيف راح يمشي هذا شوية هني يمكن يحتاج تعديل لزكتها فوق لزكتها من تحت خلنا نسوي شيء اوكي نخدر الامكان هذا بعد شوي نعدل اسيدة نشوف الحين هذا يمكن عركة شوي بس عساس نفتك من الضراغات السمنتية نعرف هذا حتى لو اصبغة للنداخل يمكن ما نفتك منه هذا شوي يمكن نحتاج نحن وسع صراحة ما بيمشي الحال بالضبط جنبه شوفوا شوي عدله بس ابا انزل من النقطة شوي بتقضوه مك طيب ترا في تعديل الشوارع شوفوا الشارع كيف شو الفرق اللي استوا التنقل في الشارع تغير 180 درجة انني زحمة وتذكوه انا صناعية صناعية لابد من الزحمة شوفوا يمكن المكان يعني ما شاء الله عليهم وشغالينهم هم شغالين بشكل فضيع جدا بس نحن موضوع حلقتنا الحين يمكن تكون طاقة صراحة طاقة محتاجة ترتيب عندنا من اول وديد وخاصة الصرف الصحي عندنا محتاج اعادة انعاش فلازم نسوي منطقة هاي نطلعها من المدينة خلاص شفتوا ها المدينة هاي هالمنطقة لازم نطلعها من المدينة كامل تطلع بس هذا مشروع مش صغير ابدا صراحة ها مشروع ضخم بيكون والفكرة هي يمكن هني تكون بس هني بعد مش اكي اقدر اطلعها تزيرة خدمات يعني اقدر امد هني شارع واسوي شارع خدمات ماي وصرف صحي وكهربة ونفس الوقت اقدر اي اسوي هني مجموعة الخدمات ما للمدن كامل الصرف الصحي وغيرها ما يبقى خليه ما قتله وانا يعني ارجح يمكن هذا الاختيار بس عندي منشكلة القمامة عن مشكلة ثانية بعد ذاتها فالحين اللي بسوي اول شي احدد المكان بحدد المكان الحين بعد ما اوصل خمسين ستكون بفتح هذي وبمد صناعية هني بحدد هني الطاقة كامل وبنحدد بحدد اشياء ثانية صبر ببركم شو بنحدد الحين هذا كل ما عايزينكم عنكم تطوروا والله منطقة ترى انا اشوف فيها فخامة يعني شوف 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 ما تبوني تطور والله عايزين كنت افكر خشخش هني في الاماكن هاي مدارس يعني هني اقدر احطي مدرسة ابتدائية مثلا هو اشياء ثانية في المستقبل شوفوا كيف تركب شوفوا كيف يركبون انتها ستشيك القياسات يركبون بالضبط اقدر احطي مدرستين ابتدائيات مدرسة ثانوية مدرسة ابتدائية ترى عنا فقر فيها شوي في البن مزين واقدر احطي ثانوية حقهم وكلهم ضمن طاقة الخدمات اللي موجود عنا اساسا يعني فهذا شي ويت حلو يعني ان نقدر نرتبه مزين على الحين خلنا نمتخط من هذا الشهرع اربع الشوارع مزين ونبدأ مشروعنا الصغير مشروعنا ابدا مش صغير بس يعني في ناس تعترض على طريقة اللي يسوي فيها الاشياء بس سامحوني الربع فيه اشياء ذواق وما لي خاطر ازعلكم بس سامحوني يعني بسويها بطريقة معينة انا احب اسويها يعني سامحوني هذه ممكن ما اباها انا بالطريقة هاي صراحة لان اباها مائلة بهاي الطريقة بهاي الطريقة عساس يبين شوي سيدة وبنسير وين اخر شيء اخر شيء اخر شيء منطقة بيكون فيها خدماتها الخاصة مواصلاتها الخاصة كل شيء طبعا ما البترول يمكن يمتد للبحر ما بيمتد على البر على فكرة بس الحين عشان اني ألف لا يبالي شغل يبالي فاسيليتيز فاسيليتيز ممكن نوفرهم بس هذا سيكون في علمكم يعني بنحطي اسمول درلنجرق هيني عادي مش وايد استرستنا الموضوع بحطي ثنين اشوف وصلت اللمت مالي اوكي عندي مكان حد ثلاثمائة شعر ثمانين يمكن يشتغلون بما انه شغالين ربحهم نزين الحين هاي المنطقة في ناس ما احبت الطابع اللي اسمنتي وغيرها يا جماعة بس انا ما استعمل طابع واحد في المدن انا استعمل مجموعة طوابع واللي تعطيكم الفرق بين الوان الاشياء ترى لو تلاحظون في فرق بين الالوان من الاشياء وايدة في شيء ما اعرف اذا رأيت كمية ولا لا بس حطيت اهني حاويات شوفو كنت جربت نزلت حاويات وياس اجرب نزين خلني اخلني وايدة تسولف في ناس تكراني خليل وايدة تسولف انا اسف انا اسف انا اسف احب تكلموا ياكم نزين هذا الشارع يا اصدقائي بنلغي نزين بس دقيقة وبنيب خط ثاني كبير فوق نزين مكان ضخم تشوفو وبنيب شارع اربع شوارع غصر نصب من هنا شوفو بعدين بنحطي الشارع في المكان هذا هذا المكان راح يتحدد انه صناعية خلاص هذا المكان صناعية مربعات اهني لا اهني راح يكون ال كلها اربع شوارع صغيرة لاحظة خلنا نشوف كم ياخذ كم فلوس يبقى انا عندي ثلاثة مليون خليت اخر مرة لدعبي شغالة كم ساعة يابل الفلوس اوكي حلو 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 هذي منطقة الطاقة النووية هني اوكي وخلنا نوصل الطاقة النووية في اي مكان في كهربا الطريق اهي شوفوا كم 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 استوعى النطاقة شوفوا كم استوعى النطاقة يا جماعة الخير الوضع راح يكون في السيفتي يعني فراحتا انا وايدي بتلعيد في طريق التلبي باطع فكرة فالعادة والله دومي فيه مشا اليوم يعني فراحتا هذا من الشغلات اللي نبه نحطيها بس نساها نزين اهني لازم نشوي سوي محطة نوية هاي ما قدرت مصخر وياها خلنا نسير عند صناعة الحديد او ما لصناعة الحديد اللي هو الشبك اللي هني فارم فنسلا اور اندستري اوين اندستري اوين اندستري احلى الشبك ما لا بالنيب هني اول شي بلحظة فتحة باركنج اوكي فتحات بمانهم يدومون في النووي ما بخليهم مع باقي البشر بخلي الباركنج ما لهم بالخلف اوكي مكان خاص يعني عرفتو الطريقة هاي داخل في حضن المصنع ولا ديش طبرا طريقة هادي طريقة هادي في حضن المصنع انا قمت اسوي لهم طاف من كثر ما ازموني هاي نزين هاذ كل المصنع راح يكون حولها الشبك الخاص مالا يعني اذا ايب هذا الشبك نزين بسوي بالطريقة هاي خلاص اللي كل محطة يدومون فيها غير عن محطة ثانية ما بخلي الناس تختلط من مجموعة محطات اهي انا تبي حطيت في مكان غريب الشبك عارف بس لازم يكون غطة بشكل عادل انزين الحين نموف التول مالنا صديقنا صديقنا خلي دائم خلي نحطي هذا من هنا اوكي وننيب هذا الشبك وين احني حين هذا المكان يحمل يعني شي قوي جدا اللي هي الطاقة النوية الطاقة النوية ما يستهينهم في الدول يكون عليه سيكيرتي وعليه دنيا وعليه شرطة وعليه بس اهني لانا ما عندي المدات هذي وبالاحراء انا ما بقى سوي وائد مدات لنا في العادية اما سوي وائد مدات في اي سلسلة بعد حجم معين المدينة تبدأ تقلت وتسوي لمشاكل وانا بقى هذه الحفلة كلها تستوي انزين سوينا لهم باركنات للموظفين نفسهم الحين خلينا نحطي لهم الباركنكس باركن 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 خلينا نشوف الثمونية الثانية ما يركب أربعة أربعة بما ان محطة نوية لازم لدينا باركنات كهرباء باركنات اللي هني مو مشكلة حطيها شوي زيادة حبتين باركنكس وأصحاب الهمم مش مكان مناسب ان حطي باركنكس ثاني فاللي فاضي اوكي هذا مكان دخول وخروج و باركنكس حق الموظفين اللي هني في ناس بتحترض على الأرضية ليش سويها اسمن تي اسمن تي اسمن تي اسمن تي اسمن تي اسمن تي الاخره 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 هذا ونسوي طبقة ثانية تحت شاط اللي تحت غير عن اللي فوق شوفوا طبقتين وخلي هني داعم قوي اللي هو الحجر فالني بنوع من انواع الحجر لا هني ابا رصت حجر بس ما اقدر احطي وين التول مالي اين انت يا تول خلنا نسوي مدافع والله المدافع شور طيب بس مدافع الجدام كلاسي كيلو مدافع يديدة اوكي ابا الحصال ايوه هذا افضل ما عندي ما عندي البرش الا الا الستاندنقستونه هذا بعد مش سيء هذا ممتاز هذا ممتاز يبدو كأن المكان مسلح غصب عرفته وهذا المطلوب صراحة متأكد في مود حق هالسوالف بس انا ما بادخل في مودات اكثر لانا ما في ويد مودات بحاول اني ما انزل ويد مودات شوفوا احسسكم ان المكان في تسليح اسم انتي الطريقة هذي شوفوا انزين الشقة الثاني من الموضوع شو شارع ثاني شارع الثاني لها اهداف مختلفة عن الشارع الاول شارع الاول لها اهداف الخاصة انزين انزين الشارع الثاني هو اللي راح يحوي اول شي خلنا نغير الارضية خلنا نزعل شوية نص انا اسف انا اسف انا اسف قاعد تزعل الحين اه خليل ما سويتها والله سويتها والله لا سويتها تقولوا ما سويتها سويتها سويت الارضية اللي اسمنتية والله لا تزعلوا مني بس الصراحة يعني هني طبعا بكمل المنطقة فتريو شوي نزين الحين سالفت النقل سالفت النقل ترى غثيثة جدا نزين ادبانس ووتر تريتمنت نزين لازم ليش سويت استوب لانه راح اتوهق اذا هاي المش موصولين كسرتهم راح ادخل في مصايب اخرى نزين طبعا الصغار مقابلهم نزين ايه ياليتنا يقدر سوي سلكتولة صدقون والله مش روع سلكتول حقا سهلا بس انشل الاناركية عسب نعرف من قاعدين نحط الاشياء نحن قلتلكم كنترول اي ام انت بتحطون شي غصب خبرتكم قور صح متاكديني خبرتكم بس انشاء الله كنت تسمعوني في ناس ما تسمعني ما تطلع على حرقة كاملة بعدين تقول والله انت ما قلت الشي في الشياء كون شارحنا اصر انا نقلو ما شرحته بس ليش لانا ما يسمعون لازم اكتب من اول ويديد في الكومنتات يالس اخر فترة احاول ارد عليكم كلكم ما شاء الله عليكم احفظكم مم قصرين كومنتات استانسي ما تشوف كومنتات كومنت احطي لكم قلوب وها اساس اني على الاقل احاول ارد على الجميع حتى لو اني مش قادر يعني اكتب حك كل شخص فردي كومنت بس ابقى تشوف الشخص اني انا انسان شفت شفت قبل هذا كله خلنا نسوي منطقة شل على الاقل مطافي فان المطافي هني اذا ما شي عندنا مطافي شرطة نحنو في مصيبة ما في عنا تحري الحرائق لازم نحن في منطقة ما ترحم والمنطقة رح تستوي زحمة ما تكلم عن زحمة زحمة طبعا الشرطة يدام منو النووي يدام منو مكان مناصل جدا هذا يمكن اخلي اخضر في الوسط حشيش صراحة انزيل غير هذا لازم امداد تحت الارض خفيفي هني ما يضر انزيل لان الجماعة بيتشكون ويعصروني الحين صبر القمامة يا الله يا القمامة عزكم الله عن القمامة لكن القمامة لازم يكون لها مكان مختص فيها الحين اللي بيلاعوزن شي ثاني غير هذا الحين اماكن عادة تدوير هذا موضوع بروحه اوكي خلنا مد هذا هني مد هذا هني دويك من زاعل شوية ناس و انت اش الله من هني اول اول ما هي بالعيد لكن يا صعبة يا اخي اوكي اوكي ممتاز هني في زيادات بس ما تبين وايد بس افضل اني اشلها بالطريقة هاي انزيل الحين الحين واحدة من الاشياء الثانية اللي بتعبنا اه في الخريطة هذي نقل الاشياء نقل الاشياء بياخذ وقت ويستهلك جهد شوي لكن في ناحية مشرقة من الموضوع الحين صار عندنا مكان في المدينة الثانية حق قطارات حق اشياء حق امور ثانية وصار عندنا مكان هني حق صناعات الشي الثاني يمكن احتاج الشارع ثاني من هني شوفوا بس مشكلة انا باشتري هاي المنطقة هاي عرفتو لحظة المايلستون الياي كم خمس وسبعين الف وايد صح فصعب اترياذك فخلوني اسوي هذا لان هني لازم يكون عنا محطات توقف قطار محطات شبك هني شوارع هذي اللي في الوسط لازم كلها تستوي اربع شوارع والشارع بعد يوديك الوين يوديك الين هل اسوي المنطقة كلها نفس الشي ممم بتكون منطقة صناعية ضخمة هي ف من الافضل بكهم انها فوق احاول احافظ على مستوى المنطقة فنكبر الفرشاة اكثر ليبل مو مشكلة ليبل مروع طيب يمكن اتصور ما بامتد اكثر من هنا كصناعية خلنا نمسك شراء ثانية وشل الشيار كل اللي هنا صناعية ما تحتاج شيار صناعية مكان دمار وخراب خلنا شارع هنا هذا شارع خلي وعندنا شارع هنا بعد 90 درجة فبمد هذا الشارع الى هذا الشارع في 90 درجة فنضمن ان لدينا مساحة مربعية طيبة شوفوا هاي ترى انتم مستهنين فيها لكن هاي ترى تتعبئة تعبئة ما تتخيلونها على فكرة يعني اللي هنا راح يتعبئ عقب تكلمون عن اللي يشل ضغط المدينة كامل ولا تنسون هاي الوين ينزلون ينزلون من الهنية يروحون الوين لانهني حق السفينة وغيره وهذا ترى مبشي هيا للمعلومة ها شي كبير هذا شي جدا كبير نزل خلنا نرجع لمنطقتنا الأساسية هني لازم نحول الجماعة الطيبة هاي نحولهم هني ان شاء الله ما يسووا لنا مشاكل ان شاء الله انا اتمنى ما يسووا مشاكل بس مفروض يعني على خبرتي فيهم بيتأخر وقت وصولهم بيتأخر وائد اشياء هما ها طبعهم اللي اذا نسوي ويسترانسفير فاسيليتي في أماكن عدلة ونسوي البروسيسنج بلانته هني معناه ممكن يسوون شو انتقالات صحيحة نزيل خلنا واشي نوصل لكهرباء اعتمادا على الوضع ونشل بعد من هنا طبعا هناك مكان شوي بشأ حق منه حق القمامة والسوار فنزيل الحين نبه شي ثاني نبه هني هذا كم ياخذ انا بخبر واحد اثناء ثلاثة اربعة ادناء اربعة اربعة بعد حب يمين اربعة يمين اربعة عسار مفروض ان يكون مثالي مفروض لكن الواقع شو الله اعلم نزيل وننقل بعد عندنا حبتين بس حبة واحدة غير عنهم بهدمها اوكي 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 اخيرا يا ناقيا سعدل اقصي محسوبة يعني وهذه المنطقة راح تختفي تذكرون هاي المنطقة هاي سويناها نحن اختفت هاي المنطقة اللي كانت يعني فيها بوادر زحمية وخلنا نشلل اسمنت اللي هني يا السلام هني يا ايه لا ما لهم داعي صراحة صراحة ما لهم داعي صراحة ما لهم اي داعي هاي الهني بس حاليا حاليا شو التلوث اللي مخلينا نزل مود حق التلوث اصلا مفروض امرهم طيبة انزل هاي الولا ترى شوف الجماعة هاي شغالين يدخلون علينا ملايين لكن انا مش محتر منهم وايد للأسف عندنا هني ترام عندنا هاي سوال وفشلينا هالمنطقة بس الحين السؤال الذي يطرح نفسه هل يوصلون نعم انهم يوصلون كل مكان في المدينة عندهم شوارع مفتوحة نزين وشياء كبيرة الحين بس الباقي هذيل هذيل يبالهم من وراء شارع الطريقة هاي عفوا ابا 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 اتجاه ابا اتجاه واحد ابا اسكر على محطة اعادة التكرير هاي واسوي ما يزعج الكثير سمنت 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 نزيل سمنت بالطريقة هذي شارع 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 ارضية سمنتية اولا يعني لكن نحن نتكلم عن مماكن مفروضكم فيها سمنت عساس ان المكان يكون افضل كشكل حتى هم النضخ الصناعية تكون في العادة بالطريقة هاي اذا كانت على اساس الوساخة المخلفات اللي يهدونها تكون عالقة في الاسمنت اتصور متصور الشخصي يعني الله اعلم سهل يكون مكتنظيف من وراها حتى الحين هناك بعض الشروط على بعض الاماكن نزيل الماي جيد الكهرباء روعة الكهرباء روعة لدرجة اذا يحتاجون كهرباء الجماعة ما راح تكون الكهرباء هاي لانها الكهرباء هاي لوعة تشبت وتكلفة وما لها داعي نزيل شوفوا هي كهرباء غيري هنا محطة لا ما في ما في محطات كهرباء هنا ولكن انت تعال وانت تعال نزيل ولكن ولكن كان لازم يعادل توصيل للشبكة اووو انا نسيت منطقة كاملة اييي بتلعيد نزيل شوفوا شوف الكهرباء يا السلام كم رافعنا الميزانية على كاربة هذي رافع الميزانية كل نزين في الوضع الطبيعي النووي شو يسوي خلنا نشوف لحظة نووي يعطينا كم 640 نزين خلنا نحطي 4 شو نحطي محطة نووية ثانية بس من تصوري باركنات وحدة كفية هم الثانين ننزين الحين صار عند الكهرباء شو العلالي بس لنا البجت وايد عالي في مود حلو اسمه بس ما احتاجه حاليا هو يرفع وينزل على حسب احتياج المدينة بس مشكلتي ما اعرف كم تستوي الصرفية يستوي تكلفة المدينة ما نعرف كم نزين الحين هذا كم ينتج 640 640 يعني هذا 1300 شي صح نفس ما هو كاتب يعني 1600 شي اوكي نزين يمكن في محطة كهرباء ثانية انا ما شليت هستدقون ايه انا كنت حاط هاي كم نكو خمس هاي 2400 ايه 12000 هاي مدري وايد كنت حاط يعني عادي كتصرف 20000 اللي يصرفهم الحين كتصرفهم قبل وزيادة عا الكهرباء بس الحين فوق هذا كله بس محطتين شوي بضايف قلت لكن ما عليه نزين بما ان هاي ما فيهم تلوث فعلي نقدر شو نسوي 1200 كوست 1200 كوست طريقة هاي طريقة هاي بنحطي لهم مستشفى اه اعرف تحسون اني قاعد ابالغ ولكن ولكن ترى قطيت مقبرة يدام النوية عادي اظنى عادي انا مش كاره هالتصميم الصراحة بس كاره شي ثاني انه اهني طريقة هاي صبر تقبركم اهني بالبرش مالنا منشل اسمنت من عند هاي كيف الناس اندفن في اسمنت ما يستوي صحي اه غلط يعني غلط ثخافيا ومدائيا وخلاقيا صبر فالحين افضل هيا الحين افضل وايد افضل نزيل مفروض المحطات الثانية يساعدهم ما ساعدتهم بنحطينهم خدمات بروحهم الحين بخصوص قلنا المصانع اللي هناك مصانع اللي هناك بنسوي شي هني بلوكات مرصوصة نفس مبدأ البيوت بس بدون فراغات انا ما اذكر اني شفت يعني الصناعية كيوت كله صناعية دهشة في بعض انا بعد صراحة بصناعية تكون داخلة في اخلاق بعض صراحة ما بصناعية تكون دلوعة خلنا نسوي بالطريقة هاي صناعيات هني مقراجات وهي السؤال في هاي الأمور عشين في اخلاق بعض نحاول خليها في القسط نزيل بالطريقة هاي شوفوا مربعات قوية جدا يعني مربع بمعنى كلمة مربع يوم اقول مربع مربع بس الشارع اللي سار مش امي بلم يسيدا معنى تسعين درجة على اساس حطيتها اوكي بالطريقة هاي شوفوا الاحين في ماء لا ما في ما في ماء كل مكان الاحين بالطريقة هذي اذا وفرت بلوكات هني مزين صناعية هني عفوا مزين اقدر اسوي بالطريقة هاي هني صناعية عادية ومكانها شوي منطقي اكثر على فكرة صناعية بشكل عام تكون بعيدة عن المدينة ما تكون في حضن المدينة بس المدينة كانت يديدة وما كان عنا اراضي وهذا سويناها جنب المدن الحين هذي بكل سعادة ممكن تكون بيوترا بكل سعادة بيكون بيوت ما عندهم اي مشكلة يشتهون بيوت بس اللي اخترب خطة الترام انا والله يمكن ارجع اسوي تراموات وهالسوارف حقه منوح حقه ما كان ثاني بس صبر شوي خللنا نسعد بعض الناس هني الاسمنت كله خلاص بس المشكلة المعظلة اللي نواجهها حاليا امدادات الكهرباء راح كلها تخترب عرفتو؟ لازم شوي لفو دوران نزين هذا معناه صار عندنا مكان هني فوق صناعي نزين يولي الناس الصناعيات اللي تحت ممكن ينهط الاتجاه هذا وله المكان هذا وممكن في المستقبل النيب هايوي هذا الدايل اكتلين هني وعا الاغلب هذا اللي راح يستوي لانها راح تكبر كصناعية ومن الاتجاه الثاني راح يكبر كسكني كسكني ومشاريع سياحية طبعا المشاريع السياحية راح تبدأ منه هني مكان ثاني في حد يستعملها ميتة اسطبع والله فيه ناس الحين في وايد اماكن محتاجة وايد اشياء أولهم هني محتاج مواصلات أنا مستدرك شيء خلنا نراجع إياكم الخرائط هني محتاج ديكوريشن هني محتاجين اشياء فالخطوة التالية ان شاء الله يوم بنفتح فيديو قادم ليش ما في كهربا هل اشياء تنكب ترا لازم انتبه لها وتر افاليبليتي هلأ خلنا نوفر ماء للجماعة خلنا نوفر ماء هاي ممكن ونازم نغيرها بعد مع الوقت ننزل بنحتاج مجموعة اشياء مواصلات بركز الشكل الفقرة بس حق مواصلات مواصلات داخل هذه المدينة وفي عندهم خدمة عندهم خدمة نزين نشوفوا ما في زحمة مواصلات حق المدن ما بين المدن المدن قامت ستويا شوي بعاد عن بعض نزين والله يلمدخول نزين مدن وعندنا مواصلات بحرية بنحطي يمكن نحطي مينة ثانية هني فرضة ثانية صغيرة فالتجاه يمكن ونبدأ نسيوم مواصلات حق هاي الصناعية نحتاج خطوة ترام نحتاج وايد اشياء صراحة ما قاعد نحطيهم وبعد بنحتاج خطوة اشياء المهم مشكورين على متابعة الفيديو فهذا الفيديو حاولنا نحن للطاقة النووية اللي هي هذه نشوفكم ان شاء الله في فيديو خادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته